موسيقى مساء الخير بحلقة الليلي رح نحكي عن واحد من المفاهيم اللي بتمسنا كبشر بشكل أساسي من أيام حياتنا الأولى مفهوم بعزز وجودنا كأفراد وبيطرح علينا أسئلة وجودية ومع مرور الوقت منصيغ معناه بشكل أفضل أساسه التجارب اللي منعيشها هالمفهوم مثير للنقاش لأنه كثير يخطئوا بتفسيره أو توضيح معناه وحدوده عن الحرية رح أحكي مع ضيوف الليلي لكن قبل اسمحوا لي رحب بالفرقة الموسيقية لمزيني حلقتنا الليلي وكل ليلي أهلا وسهلا بضابط الإقاع أحمد خليل أهلا وسهلا بعازف القانون رازي عبود أهلا وسهلا بعازف الأورج سامر شوفاني وإجا الوقت تستقبل الضيوف الأعزاء وأهلا وسهلا بالممثلي سلوانة قارة أهلا وسهلا بالمخرج فراس روبي أهلا وسهلا بمدير عام الاتحاد الأكاديمي عودي شحبري وأهلا وسهلا بالمطرب أدهم عفيفي حلقة جديدة من استوديو البلد عنوانها العريض الحرية رح نبدأها بهاي اللحظات نورين استوديو البلد أهلا وسهلا فيكن نوري وجودك مثل ما تحدثت في المقدمة مفهوم يعزز وجودنا كأشخاص في الحياة أسئلة وجودية كثيرة تطرح على كل قضية الفلسفة في مفهوم الحرية وستسلوان رح أبدأ معك كافتتاح كليتس فرست يا جماعة اسمحوا الله اليوم العنصر النسائي هو الأقل من ناحية عدد لكن حلقة الأقوى دائمة مية بالمية في رأس سلوان بكبير شو منظورك الخاص لكل مفهوم الحرية أول إشي الحرية بالنسبة لإلي هي إشي شعور داخلي بين الإنسان وذاته إذا أنت بني آدم اللي بتشعر حر معناها أنت حر وهذا إشي بيكسب البني آدم من تطوير شخصيته من معرفته من إدراكه من ثقافته اللي بوصل لمحل اللي هو عنده حرية الاختيار أو عنده حرية التصرف رغم كل الحواجز والتقييدات اللي إحنا عايشين فيها إن كانت اجتماعيا إن كانت سياسيا برضو لازم نلاقي الفسحها اللي وسيعة اللي بالفعل ننطي لنفسنا حرية التفكير إذا كلمة حرية بالنسبة لإلي كلمة كتير كبيرة وكلمة بتقدر تتفسر من مكان لمكان وبتتغير مفهومة من زمان لزمان ومن مكان لمكان يعني لما أنا بحكي حرية في حيفا مش بتشبهش الحرية اللي بنابلس إذا بتحكي على نابلس هاي مش غانا هاي يعني الإشي بتتغيير طبعا لأنه فيه الضغوطات التقييدات القمع اللي ساير في الدنيا التحديدات الحرية الحرية هي بتبدأ أساسا من حرية الرأي ذاك تطور وتلاقي وين اليوم حرية الرأي موجودة بالإنسانية كلها مش عم بحكي بس على المكان الجغرافي اللي إحنا عايشين فيها وين حرية الرأي معدودي على الأصابع اليوم لما بتلاقي بني آدم بالفعل بصغل رأيه بكتب أشو بفكر بشوف منظاره لهذا العالم وبتجرأ إنه يحط الإشي كامل على الورق اليوم صار السؤال التابع لحرية الرأي مين بهمه مين بده يقرأ هاي المواد مين بده يشوف هذا العمل المسرحي هذا الفيلم رح يهمين وهون بتبدأ المشكلة مية بالمية في راس بهمني أعرف أنت لأي مدى بتشعر إنك حر لا إحنا مش أحرار بالمرة يعني كيف أنا بحب أكون حر بعد نبعيد عن هذا المحل زي معلت ست سلوة بالداخل بداخلي مطلقة يعني بتتجزأش حتى عندي بس في كتير يعني عوامل خارجية اللي بتمنعك إن كان المجتمع إن كان كل العوامل الخارجية اللي بتمنعك إنك أنت تمارس هذه الحرية كأنه تقول شو بدك شو بتفكر عن جاد تعامل مع الناس تخيل لو كل الناس بتصرف بحرية يعني شو بيصير شو بيصير اللي عم بيصير اللي عم بيصير يعني فيه أسواق من اللي عم بيصير أصلاً؟ لا طبعاً فيه أسواق لا أكيد بعدنا مش وصلين لا لا بعد بعد فيه أسواق هل توافق على كل ما ذكر بأنه الظروف قادرة على السيطرة على الحرية على الشعور بالحرية اللي موجود داخلنا؟ يعني أنا أنصاع رغم الصوت القوي للحرية بداخلي إلى الظروف الخارجية؟ الكلمات اللي حكوها يعني يجاي بقالب صحيح أنا بحب أضيف عليها أن الحرية عملياً يعني أنا أول ما بسمع كلمة حرية بتذكر حرية الوطن، حرية الشعوب، حرية طراب الوطن، حرية الأسرة، المظلومين يعني الحرية هذا هو المعنى الكبير لها بس طبعاً إحنا بنقدر نأخذه لكتير مفاهيم أخرى مثلاً أنا كمدير الاتحاد أكديم أحب أخذها للحرية أنه الطالب يتعلم المجال الملائم إليه يشتغل بمجال اللي حرية ضمن خيارات اللي هي موجودة على الطاولة مية بالمية على فكرة بالفلسفة الغربية تطرق لك كل قضية الحرية بأنه الانتقال من الوجود كموضوع إلى الوجود كذات وهي تركز بشكل جداً أساسي على قراراتي الفردية رغم ما يحصل في المجتمع أدهم يعني من الجيل الجديد أنت ممثل الجيل الجديد معنا اليوم وبهمني أعرف يعني دائماً بيكون عنا شغف وطموح بجيل صغير بأنه نحن عن جداً نعيش بحرية نأخذ القرارات اللي نحن أمنى فيها من الطفولة بعد ما في عندك تجارب لهي يمكن هيكي أخرتك شوي كيف بتنظر لهذا الموضوع كل قضية الحرية؟ الحرية يعني شو دعا أحكي لك منظور تاني يعني أنه الأهل لما هن من جيل صغير يمسكوا الطفل أو الولد أو الشاب خلينا نحكي فبكون صعب أنك تطلع من البيت يعني تروح مثلاً تساوي لحالك شغلات كثير هو مفهوم يعزز بالتربية بالتربية الإشي كثير صعب من هنا أنا من الناس اللي كثير حابب أطلع خارج البلاد اللي أتطور أتقدم بس بيضل فيه المفهوم اللي بالبيت اللي صعب لازم تكون هيكي موجود ضمن إطار محدد لبيت تربية مزبوط كمان هاي نقطة مثيرة للاهتمام رح نظلنا ونتناول قضية الحرية لكن رح ننتقلنا ونتناولها من الجانب الشخصي عندكم وهذا بيخذني معكسة سلوى إلى سؤال المسرح اختار سلوى نقارة أم سلوى نقارة اختارت المسرح المسرح ما كان يعرف سلوى نقارة وسلوى نقارة ما كانت تعرف المسرح بس سلوى نقارة دائما كانت تحب المسرح بعرفش لي بالصدفة أول دور كان لك كنت في جسدتي شخصية خروف خروف إيا بيا شو بقدر أكون إشيتين غير خروف بجي لـ 11 سنة و 12 سنة شغف للمسرح بقدرش أفسره بجربش أفسره بس بعرف من يومة موعيت على نفسي وأنا بحس أنه أنا بدي مسرح وجربت أفحص الأمور بعدة جولات دورات بالمدارس بالمدرسة بالحزب الشيوعي بل 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 أجرب وأشوف وبعد خلال الثانوية كمان انضمت لها مسرح عشان أشوف بالفعل هذا اللي بدي إياه هذا شغفي هذا شغف ولا عن جد بدي إياها كمهني بعدين أخذت القرار إنه هذا مهني تخرجت من الثانوية كنت أول أمرأة عربية فلسطينية بتفتح باب الدخول إلى المسارح للنساء العربية في 48 دراسي كمهنة كمهنية كمهنية أس كانوا في ممثلات قبلي لا كمهنة كدراسي كعلم كعلم في أروقات الجامعات صح لما أحكي لك هاي الجملة شوفت حسي اليوم تقول ليش إشي عن جد أه تقول ليش إشي أنا بني آدم اللي عايشي كتير من الأمل بظن أغزي حالي أمل وعشان أكون في أمل وأقدر أدير بالع هذا الأمل وأكبره أنا دائماً بطلع لقدام يعني لوارا مش كتير بطلع وبفكر إحنا المهنة تبعتنا مهنة اللي مائلها نهاي عشان هيك بدي بعد عندي شغف حلو بعد عندي شو سروا هذا الشغف شو سروا بهداش بهداش أعرفش بهداش هذا نمط حياة صار هذا حاجة حياتية جميل حاجة حياتية بالإبداع بالفن بالإدراك بعدين كل ما أنت بتتثقف أكتر مش عم بنا أقول عن نفسي مثقف بس إنه كل ما بتتكشفي للعالم أكتر بتتعرفي على حضرات تتعرفي على فنون وبتشوفي فنون وبتمارس المهنة من كل جوانبها مش بس مسرح طبعا بغنيكي وبغنيكي وبتصيري بتقولي واو واو إس أنا معباي وأنا عندي طاقة وعندي بشروع كبير في داخلي يلا بركي منه بدي أستفيد بدي أعمل كمان إشي وعملية التطور بالفن و بالإبداع ما في إلها نهاية وكل إنجاز هو بيغذي عنا هاي الروح أكثر مثل هيك اللي تكبر جواتنا جميلة نرجع ونغس في تجارك في راس بدي انتقل شوي لعندك أنت المهرجان دق بابك الموسيقى وصلت على بابك في عكا كمين كيف في المسرح وصلت للمسرح آه يعني نرجع معك هيك للبدايات أول مرة بنكشف لأشي اسمه مسرح وهي هو في عكا مهرجان عكا كطفل يعني في الحارات بتكون عكا إلنا بس لإلنا فجأة هيك بيجي بشهر عشرة وإشي على الشكل كل سينة في مهرجان بعكا فبتشوف الفرق اللي جي من خارج البلاد كان مسرح شارع مسرح دمى القاعات اللي منعرفها قاعات عثمانية وصليبية اللي منشوفها يوم يوم حجار تتحول فجأة بتصير فيها إضاءة وفيها ديكور وفيها ممثلين وملابس وكذا فانت كطفل هيك تشوف كل هذا العالم تبعك بيتك بمعنى عم بتحول لكواليس ولهذا خلص بتحس حالك خلص صار جزء منه مع الوقت كمان بتشوف كأنه الفنانين الإكبار اللي عنا وتجاربهم وبتقول آه ممكن آه بقدر مش مش مستحيل حضيت بالحرية بإنك تختار هذا الخط بدون ولا أي هيكي أصوات رفضت لا أنا على فكرة لليوم بيعرف مش بعد مش مقرر إيش بدي أسير لما أكبر عن جد كتير بفكر فيها خذ وقتك طبعا عمال شوفي ورانا لا بالفعل عن جد أكتر سؤال كنتش أحبه هو إيش كتير لما تكبر يعني هذا العكس ضد التوجه لأ بس بحكي بكبير لا يمكن هو بيساعدك تلاقي هذا الجواب من بيعرف بعرف هذا الجيل كمان كل جيل نحكي بعد الحلقة هذا حبه صار حياة صار جزء مننا بدرش أستغني عنه بحب كتير أشياء تاني بحب المهن اليدوية بحب نجارة الخشب أنا جاي من مش طبيعا يعني نحكي عن كل هذا الطابع الفضولي الموجود عندك لوين بيخذنا ولوين بيأخذك بس ننتقل عند عودي بدي رجعك شوي هيك لما قبل لألفين وسبعة لما كنت محاسب كنت دايما عايش هذا الصراع ما بين شو بتحب إنك تكون وشو أنت بالفعل وين كانت أقوى لحظة حرية في حياتك واو يعني لما خلصت تعليم في جامعة الكوتس حسابات واقتصاد وبلشت عمل التدريب في حيفا بمجال الحسابات كنت أحس طول الوقت أنه أنا مش بالمكان الصحيح وأنا مش الإنسان اللي حاب يكون بمكتب ويحسب ضريبة ويحسب أرقام ويفحص مع البنك ما كنتش حاس كنت حاب أطلع للخارج طبعا يعني حسابات هو المشكلة لأنه في كتير طلاب وخارجين واليوم محاسبين مبسوطين بهذا المجال طبعا كنت نحسب بشو بلائمه مش كمهني غلط فبهذاك الفتر أنا بلشت أفكر أنه أنا كيف ممكن أساعد طلاب آخرين من بلدات العربية أنه برضو هن يختاروا مجال التعليم بشكل صحيح ويفوتوا يتعلموا على هذا المجال فبلشت بالعمل التطوعي أفوت على مدارس أشرح على الطلاب عن أهمية اختيار المجال التعليم بشكل صحيح كيف يختاروا شو الجامعات الموجودة شو شروط الكبول أنك أنت بتقدر وأنا بتذكر طبعا بنات يعني الأشي كان طبعا خطوة خطوة طبعا بس إذا بدنا نحكي على لحظة الحرية الحقيقية اللي أنا حسيتها لما وصلت لمرحلة بمكتب لحسابات أنا بتذكرها هذا ومتذكر الصوت الصوت وحكيت لكل الأصدقاء المجني غير المحاسبين أصدقائي هاي آخر مرة أنا بختم الكريت كمحاسب ومركت هذا الكريت وعنجد كانت هذيك لحظة الحرية اللي وبعد يسامع الصوت طبعا المكينة وهي بتختم يعني أنا بتمنى عن جد أنه كل إنسان حرية أنه يختار مجال تعليمه ومجال شغله على الأقل ويشتغله ويطلع إلى محل شغل اللي هو عنده ملائم يعني أنا كثير بروح بلف بالبلاد وبفوت على شركات ومؤسسات مرات تتلاقي مثلا الناس اللي هني مستقين من شغل هنا ومش عاجب هنا وليش هيك وكذا غير يعني إنتي في عندك فرصة أنك تغير وبأي جيل غير مكانك وغير أي شي مش حبب يعني أو مش مبسوط فيه يعني في مثل بالانجليزي هكي ترجمته مش كثير زابطة في العبري لكن في العربي لكن هو بيحكي أنه غير مكانك أنت مش شجرة فهي على نفس المبدأ يعني أدهم شو راح تسمعنا راح سمعك أغنيتي كولو لها يلا خلانا نسمع كولو لها قولو لها إني سكيت من الهواء من الهواء حتى أراني سقيا أتنعم لو أنها نظرت إلي ورة ما همني سكن القمر أو يهدام لسألت روحي لو يسيل دمعها أبه الوضوء أم بها أتيمم قولو لها قولو لها صليت ربي شطرها فهي الهلال فهي الهلال فهي الهلال برماد عشق يرسم قولو لها إن شيئا يبقي عشقينه والصادة قبلتها قبلتها حتى أتى يتكلموا ظني نجوت ظني نجوت أنا صلبت ببابها كم زاد عشقي في هواها والفمو حتى أراني ساقيا أتنعم كم زاد عشقي في هواها والفمو حتى حتى أراني ساقيا أتنعم كل الله نعم نعم كلمات مين؟ يعني رهيب الكلمات كلمات أستاذ علي نواجحة وألحان بكر خضر اللي من غزة بوجهه لانتحيي طبعا نجينا انتحيي رائعا يعني قل ما منشوف هيك شباب أو المطربين اليوم بيروحوا على الكلمات اللي هي مبنية على شكل قصائد صحيح كان جريء أنك تختار هيك اختيار على فكرة هذه الأغنية كانت كل آياتها صدفة بصدفة اللي توجهت عند استاذ داود إبراهيم طبعا بوجهه له تحيي كمان اللي أنا من النوع اللي صعب أختار أغاني خاصة صعب جدا فتوجه له هذا الأستاذ علي نواجحة وكله في عندي كلمات وقصيدي وهيكا فأطرحها عليه وكانت كتير حلوي لا جميلة جدا يعني أنا حلع بشجعك موسوطين فيك الله يساعدك شكرا شكرا أدهم كتير حلو غنائك وأداءك والكلمات قدي شاعرية قدي جميلة قدي حام مجد طيارة يعني طيارة 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 أسنى حب دا أسألك هيكا مغني شاب أول طلعته ما مايش أول طلعته السنوات إلك على الساحة هل أنت عندك مستشارين فنيين هل عندك ناس اللي هي محتويتك اللي بتقولك بتوجهك لو أنت تروح كيف تتنمو كيف تطور نفسك كيف تكبر كمان فنيا وكمان إداريا مستشار بالضبط ما فيش لأنه صعب عندنا بالبلاد فيش بالبلاد يمكن أساسا فيش بالبلاد أساسا اليوم الإدارة مثلا دا أسأل مثلا إذا الأغنية حلوة ولا لا ببالش من الأهل استشارة الأهل أما فنيا ما فيش عندنا بالبلاد شيلي غير إذا بكون يعني ممكن أصدقاء أو حتى تعتمد عليهم أصدقاء مثلا بكون صديق اللي يكون مايسترو يكون إله بالفن ويكون صديق عن جد يكون صديق لأنه غير هيك بحس الإش استغلالي بس إنه قداش يعني جواب مزعج ببخوه طبعا أكيد لأنه لوحد يحس حلو سابح هيك بفضل لوحد وما فيش حتى فيش فيه غياب لقضية كل معيار الفن الناجح أو كيف لازم يكون الفن أو شو الصيغة الصحيح على تحديد غياب المعيار هاي هاي بالزبط البلاد اللي إحنا بكل شيء آه غير هيك يعني استغلالية فوق مش بالمعقول يعني في غياب للمعايير كمان عارف عارف لوين بفنيا عندك توصل؟ ولا كيف ما أجد تيجي؟ هو بالعربي كيف ما أجد تيجي؟ بس آه لا بسوء 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 بدي مجيسسؤال نفسه قولك أنت عارفه بالبدايات أنك رح توصل إلى شو أنت اليوم؟ أنا بني آدم فجعان بش بعش يعني ودايما كان بدي أكتر دايما كان بدي مدورتش على العالمية والشهرة الشهرة لا تعني لي شيء بالمرة أنا في عندي مطور داخلي اللي كل الوقت لازم أغذيه ولازم أحس أني عم بتطور أني عم بتحسن أني عم بكتف أشياء جديدة أني عم بتعلم أشياء جديدة وعشان هيك أنا رميت حالي كتير مرات بين إيدين مخرجين كبار نسبيا بس عشان أخوض التجربة وأتعلم منهن هلا وغمرت أنا بني آدم بغامر ما عنديش خوف من المغامرة والمغامرات هاي اللي رحت ع آخر الدنيا وشتغلت مع ناس اللي ما بعرفنه وتركت بيتي وأولادي يعني كتير كتير غمرت بس أنا مش ندمانع إشي بقول إذا ما غمرت ودبيت حالك في المي ما بتتعلم إشي مية بالمية بايك ما كان مع وما كان ضد بس في معلومة بتقول إنه ولا مرة كان عنده جرأة يجي ويحضرك على المسرح عارفش إذا جرأة بتعلم بتعلم عندك هاي النقطة إنه ما شافك على المسرح تلع حياة البابا كان أهم رجل في حياتي الله يرحم وما زال دائما هو البوصة لمتابعته هو ما شجع تعليم المسرح لأنه هو كان يؤمن إنه المرأة لازم تكون مستقلة اقتصاديا قبل أي شي تاني وإنه ما تكون مربوطة برجل أو بأحد لازم تعرف توقف على إجريها التنتين لحالة بأي ظروف وجدت فيها جميل وفكر إنه مهنة التمثيل سعب الواحد يعتاش منا وبالفعل ما كان عندنا هالمسارح مع السنوات الأشياء تغيرت أنا عم بحكي عن سنوات الثمانين الدنيا كانت تختلف وكمية الفن بالمجتمع الفلسطيني في إسرائيل كانت محدودة ما كانتش القدم انتشري اليوم بالعكس عندنا زخم رائع من جيل الشباب وإلى آخرين وصلنا لإتفاق إنه طيب أنت يعني أنا بدأ أحترم شعورك سعب عليك تشوفني كممثلة واحترم قراري إنه أنا بدي أدرس مسرح سو دعمني وتعلمني بس من هذا المحل وأنا احترمت إنه هذا بمسه نوعاً بعفهمت شوالا مرة بقى بس أنا بقدر أفهم إنه سعب عليه يجي يقعد يشوف بنته هناك على المسرح ممكن تفاجئه بمشاهد اللي مش مريحة لإله يمكن تعمل شغلات اللي يحس خجل فيها يمكن يعني بضله وهو مش كتير تقليدي وبني آدم متحرر وربانه على الحرية بس برضو حسيت فيها نوع من إحراج وليش أحرجه يعني هو دعمني وأنتاني وفتح لي الطريق والواسعة دعمني بكل شي خلصت تعليمي ما بحياتي اشتغلت يوم ورجعت على البيت محترمي ومقبولي وكملت شغلي ما وقف بطريقي يعني متصالحة مع هاي النقطة نفسياً فكرة إنه ولا مرة شايف يعني مرة شفت عيونه كيف بيشوفوكي وأنت على المسرح دعمه لليوم موجود في داخلي وبفكر هذا الإشي المهم هاي النقطة أقل شخصه موجود في كياني في وجودي بصفاتي وأنا هاي أكبر نعمة أخذتها بحياتي جميل جداً تحدث عن نفس سياق نظلنا في كل قضية المشاهد اللي بتظل معلمي في القلب والمشاهد اللي رغم إنه إذا بتروح بتظل قابعة في ذاكرتنا وإنت كان عندك حدث جداً خاص لعلم في ذاكرتك وعنوانه الرئيسي هو فقدان بيت الطفولي آه يعني آه لهالدرجة ناسيان فيك تشغلت معلمي أنا بعلم آه حزب حلفجاتك يعني فيه معاني معلمات بالمدرسة مش معلمي واحدة بس لا لأنه بالذات هذا موضوع البيت أنا بشكل شخصي كل مظلمة يعني شغلني كل الوقت مفهومي مفهوم البيت كمان يعني آه بس الحادثة هي إنه إحنا يعني نطرينا نترك بيتنا في عكة القديمة لنتيجة أحداث وشغلات اللي صارت اللي بأي حي؟ إحنا كنا بحارة اللي قسمها الزاوية الشاذلية الزاوية الشاذلية الزاوية الشاذلية لوني حارة مسكرة إلها بوابة كيف بالشام والليوم يعني بعدها موجودة هي تحولت كان وكان فيه ثمان وثلاثين عيلي أو أكتر فكل هاي العيال طلعت من هناك ومن ضمن عائلتنا وهيك ففيه إشي بتركان البيت في اللحظة اللي أنت يعني يعني بالنسبة لي اللحظة الأخيرة كأنه لما رجعت على البيت أشوف كانه خلص آخر فاضي وفيش إشي يعني هاي هي اللحظة حتى ما سكرتش الباب خليت مفتوحه وانزلت أنا آخر واحد كانوا نزلني البيت هاي اللحظة اللي ضلت معلقة فبعني لي كتير مفهوم البيت قدرت تعوضها؟ تحولت بمحل معين إنه بطل في عندي أو بمفهوم معين إنه المكان هالقدي مهم يعني حررتها إذا منحكي على حرية بطل المكان مهم صار شو بتعمل فيه شو عم بتساوي بدا المكان مش تمسك بالحجر بس ولا البشر أهم الأشياء يعني كأنه نكبر وتتغير مفاهيكها هي كان فيه محل غاضب شوي لأنه الأشي ما كانش كأنه باختيارنا تفهمت كيف؟ أما بعدين خلصت صلحت مع كتير أشياء مهم مهم لحريتك وتحررك طبعا مثل ما ذكرت عادي بدي أرجع لعندك وذكرت ست سلوى قضية قديش حاجز الماديات أو رادع الماديات أحيانا بيلعب دور في القرارات يعني بالموقف تبعها كانت جريئة ومآمنة بقوة شو بده بس نحنا بنعرف أنه كثير من الأشخاص بمجرد ما يندار نقاش عن القضية المادية بما أنه بالذات نحنا في عصر القد سريعا قد بيعتمد على الماديات الفكرة بتنلغى وبيلقي الإنسان حاله ومسير مش حر طبيعي جدا يعني الإنسان أنه يهتم برضو للماديات لأنه هو أشياء أساسي يعني بالحياة أنت ما لعب عندك دور كثير؟ أنا المظبوط كنت محاسب أشغل بشركة كبيرة بحيفة فكان يعني رعب بالنسبة لأهلي أنه أنت وان رايح يعني كل الطلاب واللي بيتعلموا والخريجين عمالهم بيحاربوا عشان يتعلموا مدقق حسابات ويتخرجوا من إنتحنات الدولة أنا كنت عاملين كل هاي الامتحاد أنت وين رايح تارك الإشياء هاي وراح تلف على مدارس تعمل توجيه مهني وتفتح اتحاد أكاديمي أنت وين رايح بالضبط؟ ومش بس طبعا طبعا الأهل بيكون من يعني من نظر التخوف وقلق على إبنهم أو بنتهم وهذا نوع من أنواع الكيود شارعي شارعي فأي تكربة طريقية بس كمان في كمان هون كمجتمع في مجتمع هون اللي بيجي أن أنت تعلمت حسابات فمفروض أنك أنت تشتغل بالحسابات ما تبعدش كتير وين رايح؟ أنا بآمن بقانون سمعته مرة قانون 204060 204060 شو بحكي؟ بحكي لك بجيل 20 برضو حسابات يعني بس بدفعش ضريبة عليها قانون 204060 شو بحكي؟ بجيل 20 بكون الإنسان كتير مهتم شو اللي حوالي بحكو بحاول يلاقي محاله للناس وللمجتمع بجيل 40 بيبطل الإنسان يهتم بالحكي تبع الناس بصير يحاول أنه يساول أنا بدي إياه وحكي الناس مش مهم وبجيل 60 هو بستنتج أنه هو ولا مرة أصلا كان مهم للناس زي ما هو كان يفكر وعمليا الإنسان إذا بوصل لهذا الفكر أنه أنا والمجتمع أوكن بنفع عندنا صحاب وأنا أمشي أسايره للمجتمع بس مش على حساب الحرية الشخصية تبعه فاللي صار هنا أنا أنه بعد يعني أمرت بهاي الشغلة يعني عملت الإشي تدريجي تدريجي وهذا كتير الإشي مهم يعني أنا أولا مرة بدعي لحدا أنه إسا الموجود بشغل يختم الكرت ويطلع وبكرة تعلي نسبة البطالة 30% بسبب برنامج ليلة فكتير مهم أنه الإنسان يعمل إشي تدريجي يعني مثلا إذا هو أنا عارف أستاذ مدرسة أو إذا كان بالهايتك أو إذا كان يشتغل إيش مكان مثلا عنده هواية تصوير روح مثلا بلش خد دور التصوير صغيري بلش على نطاق صغير تخطيط معين مش بفوضى وعشوائية لأننا عشان في كل مكان أصلا أنا اخترت اليوم لما هيك كنت أختار عنوان الحلقة هل بروح على كل قضية العشوائية والفوضى أو الحرية بس بتجربكم الشخصية كان فيها القد حرية اللي أنا استوقفتني أرجع لعندك بكل قضية النقلات النوعية في الحياة أقوى نقلة نوعية عشتها وين كانت؟ في كتير بس إذا بدي أختار أختار من محل الفكر اللي هو غير نهج حياتي يعني هاي هي النوعية إنه شو النوعية مش لأنه أخد قرار جريئه النوعية هي بنوعية حياتك صار فيه تغيير المحطة الأولى كانت بعد 8 سنين من شغلي بمسرح البلد حيفا كنت موظفة كانوا شهرية وتابعة لمجموعة ونشتغل وكان أجواء منيحة وحلوة وكانت بداياتي يعني أول بعد ما تخرجت من مدرسة المسرح بعد 8 سنين بديت أحس في ضيق هيك في أنه أنا مش مرتاحة تغيرت الأجواء كمان وتغيرت الإدارة وتغيرت الدنيا تغيرت في داخل المسرح أخدت قرار كتير كتير جريئ إنه أنا خلص معتش بدي بديش أكون تابعة لحدا أنا من اليوم وبكرة مستقلة أنا بدي الحرية بإني أختار إيش بدي وإيش ما بدي أنا مش تابعة لحدا بديش أكون تابعة لحدا والكل يقولي والك معاش شهري مثبتي والكيف بتخلع الباب وبتروحي أنا بخلع ميت باب بس أضلني مرتاحة محالي بدي الحرية عمستوى الحرية بدي أختار بشكل حور وأنا بسط وأحب إيش عم بعمل ما بدي حتى يقولي إيش أعمل حتى بتصري تكره شو عم تعملي إذا بتعيشي بهذا الجو بديش أوصل ولا مرة لهذا المحل لأنه بديش بخليش ولا حدا يسبب لي كره لعمل للمسرح لشغف في الحياة هذا خط أحمر شميل بقوم وبروح يعني ما مش فيها وبفكر هذا القرار كان صائب صح لإلي وأنا من وقتها وإحنا عم نحكي على 87-88 لليوم ما أنت ميت لحدا وهذا كان إشي كتير واعي على مستوى كتير إدراك إنه أنا هيك بدي وهذا اللي بلاي مني جميل المحطة الثاني اللي بقدر أقولك على الصعيد الشخصي أكتر هي لما تحولت لأم هاي كانت نعمة من الدنيا يعني عن جد أكبر نعمة اللي زادتني حب وزادتني طاقات وإكتشفت شغلات في داخلي اللي ما كنتش أعرفها وطلعت مني شغلات أقول وين وليك هاي سلوى منين هاي سلوى هاي سلوى وهاي سلوى يعني ما قبل وما بعد يعني وديت أكبر من جديد كوني أم خلقتي هذا التوازن كبرت معهن من جديد تكبري معهن من جديد وبتتعلم شغلات وبتشوف الحياة من منظار آخر وبوسع لك مفاهيمك وبوسع لك فيه إشي كتير جميل وأنا كتير سعيدة باختيارة إنه أكون أم رواع مؤثر جدا في الأسور ينتقل لعندك حكيت هيك في بداية اللقاء يلا تعال نبدل أني حسنتك أصلاً جاهب لك تخدوه لا لا يعني أنت اللي عندك فكرة الدكتوريه هون فضل طب هاي واحدة من المزايا لما يكون معكم ممثلين بالتات ومخرجين ومثلين نفهم على الكلام إذا حابب تقرب تعال محل لا 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 نتقال يعني علقت فضل مش قلتلك اللي نحنا الحلقة الأقوى اليوم يلا أنا ما قلتلك مش بالعدد ثلاثة بس ما قلتوش كتير مهم أخلك لمحل تبع أنه فيك صفحة أو ميزي لأنت شخص فضولي بعش قداش يعني لازم كنت أسأل بمحيطك قداش ها شيء إيجابي أم سلبي لا أنا بقولك فموضوع المهني كان إيجابي جداً إيجابي جداً لدرجة كل المحل اللي بدك تشتغل فيه لازم تعرف التفاصيل الدقيقة مش هيك فيه كمان يعني هي في مثل بدوي تعلمته زمان بس سمعته أنا فهمت أنه الحكي عني يعني بقولك كثيراً نطي قليل الصيد كمان كثيراً نطي قليل الصيد يعني سبع سبع صنايع تعرف كل هذا المفهوم طبعاً لأنه مش بإيدي يعني أنا بحب بحب أنا جيت بالمسرح جيت من المحلكة أولاً يعني محل تقنيات انبهرت بالإضاءة بالصوت بالفيديو كيف هاي الأشياء بتصير كيف عم بتصير جيت من الباب الخلفي كيف بقوله للمسرح من وراء من عند الكواليس والكوابل والأشياء هاي هذا المحل اللي شدني لها جوا بعدين فهذا يعني ما فيش حدود بحب أعرف بحب أعرف أوكي في الممثلة على المنصة الممثلة عم بقول ناس كيف هذا منين إيجا من وين إيجا ليهك عم بيعني بس في ناس بتحب يعني تعرف كمعرفية في في ناس بتحب تعرف كمعرفية تتعمق وتشتغل أنت من هذا النوع أه بحب بحب أدنس هذه الأشياء كلية طب هذا نابع من محل السيطرة لا فضول 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 يعني بس فضول يعني مش مسيطرة بعدين ممكن في رأس المسرح هو سحر ساحر صح لأنه فيه فيه كتير عناصر ممكن في هذا جذبك هذا أخذك هذا حبيت تشوف تكون بهذا المحل إضاءة كتابة سيناريو إخراج يعني أنه بحب كل هاي الشيء بحب أعرف كيف تنعمل وأتعلمها وأتطور فيها فعشانيك كمان يعني وإذا بخيرك من هاي الأشياء كلها شو بتختار أي الأقرب إلى قلبك يعني المسرح طبعا يعني كأخراج بالفترة هاي إخراج أو كتابي تعالوا أو كتابي كأنه فيه إشي كمان مع العمر بصير الواحد كأنه هيك فيه شوي نضوج معين بصير فيه عنده رأي على الأشياء قبل عشر خمسان سنين ما كانش عندي رأي بالأشياء زي ما هي هيك أخدها مع الوقت بصير واحد عنده فكرة وعنده رأي بعرف شو بحبه شو بحبه شو ممكن للناس يعني اللي بيفهم مجتمعه أكتر فأنا آه هذا اللي حابب أطوره أنا ما بدي عنه كاتب وهيك أنا فيه لتجارب بسيطة هون هنا بس هذا اللي حابب أطوره حلو يعني أستمتع بسنين الجايات إذا ضل فيه سنين جايات به هالبلد وينو؟ ودشافر حارب وكترانيا وروسيا وحروب احنا متعودين متعودين اه متعودين على الحروب احنا متعودين يعني مجل فيش اشي جديد لا احنا احنا تمام ان شاء الله ما بكونش جديد بهذا المجال احنا طب قدام يلا راح نستمع لياها كمان أغني شراح تسمعنا الليلو يا ليلو يا سلام اسبشال إليك يعني عملك لحظة شوي مين منكن سألوا إذا أنا قيلتك أنا سألت بالبروفا قبل معقول أنا كنت طالدي بالبطرة غنيلي غنيي باسمي تخيل تخيل قداش تحتاج كم من اللاجحية الحمد الله ما عندي بس على فكرة هذا بفرجي ذكاء فنان انه يختار هاي الأغنية متأمن ان انت اخترتها أنا مفكر كله صدفة صدفة؟ اه ما كانش عارف انه اسمي ليلة لا صدفة انه حابب اه وديع الصافي صدفة الليلة طبعا اه واخد من وديع الصافي مش من ليلة كثير اسم ليلة من أجمل الأسماء مش لأنه اسمي يعني اسم عريق عراضيا اسم ليلة وليلة يلا خلاني اسمع دون بل الحي تاسألوني دون بل الحي تاسألوني وطيب الشوق يحملني إلى عينيك يا ليلة الليل يا ليلة يعاتبني ويقول لي سلم على ليلة الحب لا تحلو نسائمه إلا إذا غنى الهوى ليلى ليلى إلا إذا غنى الهوى ليلى لأجلك يطلع القمر خجولا كله خفر لأجلك يطلع القمر خجولا كله خفر وكم يحلو لهم سفروا إلى عينيك يا ليلة الليل يا ليلة يعاتبني ويقول لي سلم على ليلة الحب لا تحلو نسائمه إلا إذا غنى الهوى ليلى ليلى إلا إذا غنى الهوى ليلى شكرا بس بالكنترول كانوا عم بيغنوا معك كل الوقت يسلم هالصوت ويسلم هالاختيار ستسلوى بتقول لي فرفشة فرفشة طبعا طبعا حلوة تسمع عميك اسمك شوف إذا انت يمكن ترجع ليش اختاروا اسمك ممكن كتير عشان هاي الغنية يعني قولتك أمي معلمة لغة عربية وهذا نقاش يطول كل الموضوع ستسلوى مؤخرا قدمت الموندراما وسارتت خلال هيك قصص وتجاربك الحياتية من هالعمل شو بهمك أبرز شي يوصل لجمهورك؟ من مسرحية الدانتيل إخراج سوار عواد كان العمل هادك من كتابتي بفترة الكورونا اللي لقيت نفسي مزجوني في البيت وهذا أسوأ شي إنك تقول له ممنوع تطلع ممنوع تتفق هاي كلمة الممنوع ده بحتني قلت لأ أنا هاي الممنوع بدأ أحولها لإبداع جميل وبديت أكتب قصة الممنوع هذا المفتاح امتبعي كان الممنوع ممنوع وعم بتحكموا فيه والزمن والمساحة والبعد رجعت لسنوات السبعين في حيفا إيش كان فيه بسنوات السبعين المجتمع اللي كان يمشر ذمه بعد الثمان واربعين أجواء وادي النسناس أنا ربيت في وادي النسناس وكيف الناس دورت على حالة عشان تنفد في الحياة اليومية من ناحية اجتماعية ومن ناحية سياسية ومن ناحية اقتصادية ونوع من عمل سيزيفي اللي بيوصف بتفاصيل التفاصيل التفاصيل قصة مكان حيفا تحويل الشوارع وتغيير معالم البلد وتغيير أسماء الشوارع وبنفس الوقت قصص النساء والرجال اللي فاتوا لأشي سيزيفي مجنون عشان يمسكوا يضل المتمسكين في البقاء كأنه صراع البقاء والمحورين هدول التفاصيل مش مهمة اللي مهم إنه لما أنا بحكي شو الوعي شو تكو يعني السؤال المهم إنه نسأل نفسنا بنهاية العمل هذا مش المعلومات السياسية الاجتماعية الحيفوية بتغييب الذاكرة الجمعية بحيفة الفلسطينية الموضوع المهم هو كيف أنا تكونت إيش هي العوامل بحياتي اللي أنا جمعت على مدار سنين غير الاجتهاد الشخصي اللي هي العوامل اللي أثرت فيي اللي مش من اختياري لأنه كتير مرات إحنا بنجد في نفسنا شغلات اللي بعدين بعد ما بتعملها أو بعد ما بتقولها وبتسمعها بتقول واو مين كان يقولها يجيب ستي لما كانت بتصير تت يعني فيه أشياء بتتغلغل مبطنة بداخلك اللي أنت بشي كتير واعي لإلاء وأنا كنت حابي أجيب الوعي لهذا المحل وهي فرصة للاختلاء بالذات يعني هي أساس إنه الإنسان عن جد يطلع الأشياء اللي ده أتعرفها حالي أكتر جميل ومن خلال تعرفك على حالك قدرت جسدي أمامنا عمل لهالقد بيوصل وهالقد وهي بدي أتعرف حالي هاي هي الموتيف المهم في هذا العمل لأنه بتسقط عند كل واحد من الجمهور سيريسا الحالو بتخاطبي بشكل مباشر كل شهر يعني أنا مين أنا طب هي هاي المرة بالواد اللي كانت تهرب من الشرطة البلدية الكزل هاي هناك بدي عند المسرح سلوانا آره أنا إيش هذا بسيريور بكاله بالزمان النقص شو أنا وين كنت بهديك اللحظة وشو كان شو عملتلي شو بقي عندي جميل بالزبط هي الأشياء اللي بتطبق بعد أنا أكيد بطب في الحزب الشيوع و بالثورية أو طبعاً بكل والتبهاي الثورية أخدت تأثيرها علي أنت ما بتقدر تكون ثورية بس لصدق السياسي هذا بأخد منظوره للعامل كله بكملها الاجتماعي للتكوين ما بين المرأة والرجل وما بين الطبقية كله بأثر بشكل طبعاً عملياً دومينو كل الحجارة مرتبطة ببعد ما بتقدر تفصل يعني أنا بني آدم ما بقدر أفصل ما بقدر أكون ثورية سياسية وما أشوف الإشحاف بحق المرأة مش ممكن تضبط صحيح مية بالمية بدي أرجع لعندك ونظلم بنفس السياق أقرب عمل إلى قلبك تقدر تختار آه يعني بالفترة الأخيرة كان من الأشياء اللي عمناها هو آه عرض الماسترو أنا بسميه عرض الماسترو كان فيه إشي شخصي مني اللي كمان بتضبط بيرتبط في نفس الفحوة بالضبط بحكي على بالضبط الإنسان بفوت لداخله كانو ببلش يطلع كانو كيف هو شايف بمنظوره كيف شايف الحياة والمجتمع والكذا فالقالب كله طبعاً موسيقي لأنه هو ماسترو موسيقي آه آه بس كان فيه إشي كتير شخصي إنو بنرجع كمان مرة لقصة الندوج والوعي والذكريات والتفاصيل الصغيرة اللي هي كلمة بتنقلك هي مش ذكريات نوستالجيا لا هي ذكريات الفهم اللحظات اللي فيها أنت فهمت إشي نضجت وحولك من محل من مكان لمكان كأنه هيك مبني سبع لوحات وهذا بهذا المحل بس أنا كل شيء عملت بحب يعني بحب جوائز بتعمل فارق بالنسبة لألك يعني واحد بحب بحب إذا فيه آه طبعاً طبعاً بس آه بس مشي الهدف يعني أنا بحب بس فيه جائزة كثير علمت فيك آه يعني معنوياً سكتار النجسة يعني مش كثير لا فيه جائزة يعني هي على وجه التحديد آآ آآ عم تتوضع زيدي عن لزوم أنت من بداية الحلقة وأني ممشت لك هي الحقيقة آآ 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 umaa مانا تحرف عن جائزة لبنان آي لا bientôt 2014 كان فيه فيلم قصير أنا عملته فيناية تعليم يعني وهو كان كان مشروع تخرج عمليان بس أنا كملت فيه وعملته فيلم قصير تمن دقايق واشي عن الشيكيل بحكي إسمه واجد الفيلم بحكي عن الأسرى الفلسطينيين والتهريب الحيوانات المنوية مم يعني رجعت لقصص لقبل كمان من أول محاولات وهيكي فهو الفيلم يعني نعرض تعرف كأنه في قلب بمحيطنا هوني بس عن طريق أصدقاء وكذا وصل للبنان اقترحوا أنه يكون في مهرجان وكان واخد الجائزة الأولى وكثير كثير مسطت أولا لأنه هذا التواصل أنه أنا كسرت حاجز أنا في عكا يعني بتطلع هيك هل قدها ضربة عجار قاعد بأصور وصيدة وهيك وبس مش قادرين ففي كان لحظات حلوة أنه أنا هذا الفيلم الصغير هيك بلبنان وعم بشوفوا جمهور لبناني وصيدة وصور وهيك كان كتير حلو الفيلم طالع من أقصى لحظات داخل السجون طلع بها الحرية ووصل إلى لبنان أكيد شيء مؤثر عم بفكر بإيش عم بحكي وإحنا افتتحنا كل الحلقة على قصة الحرية يعني بتطلع كل هاي السجناء الناس هاي اللي استغنت عن حريتنا الشخصية استغنوا عنها من أجل الحرية الجماعية الجماعية يوم يوم التفاني في حد ذاته عادي بدي أرجع لعندك وانتقل هيك من كل موضوع العودة للذات بس أنت نتحدثك عنك بمعلومة لطيفة أعطيتني أنه أنت الشيء المحرك الأساسي إلك في الحياة هي المنافسة طبعا المنافسة أنا استغربت أنه زميلنا فراس بحبش الجوائز أنا آه عشق الجوائز بتنفس الجوائز أنا أنا بتنفس حري زي ما حكت في جوليا إحنا بدنا جوائز بارة خلال حديثة بيقول لي ليلة أنا ممكن أخعد كل نهار ما غير من طلوني إذا بيجي واحد يقول لي فيك تغير من طلونك بعشر ثواني بغيره تكسر يعني تحب التحدي بحب النوافسة حتى لدرجة أنه حكي لنا بخصة المضحكة أمتذكر أنا بصفة بما أنه بالتمثيل إحنا والإخراج وهيك بجيل ارتدائي كان في مصرحية الأرنب والسلحفاء أنه الأرنب بتحكم على السلحفاء وبالآخر هي بتصبقه فأنا كنت الأرنب وكان زميلة السلحفاء وخروف أحسن بدايات هيك يكون جامن أنت من بداياتك سنجاب سنجاب عارف تتخيل طبعا هات كان آخر عمل تنتيلي بكمه في حياتي فتخيل إحنا الأرنب والسلحفاء طبعا القصة المشهورة القصة المشهورة أنه الأرنب ها والسلحفاء بآخر تسبوع إحنا خلال نص المصرحية وجمهور وكذا بصير كل صحابي ولا تصفي يشجعوني أنا كأرنب فأنا شو أنا أخسر لا فأروحت سبقت السلحفاء وخربت المسرحية خربت المسرحية عشان ما يبلش المعلمة اللي اليوم بتشوفني بتحكيلي شو سويت خربت الرسالة والمعجة والبحوة والمحتاجة فأنا فراس أنا الجوائز والمنافسة كتير كتير بتحركني متذكر يعني واحدة من الشغلات المحططين اللي عن جد بغدر أحكيهن أنه هاي كان فيهن منافسة مرة سمعت بأول أول طريقة بالاتحاد الأكاديمي كنت أكتب مجلة مجلة للتوجيه الدراسة وموقع موقع اللي أقدر أرفع عليه المجلة طبعاً فيه تكلفة وكذا وإحنا بعنا يا دوب المتخرجين فسمعت عن واحد أمريكي مليونير بقعد بقوتيل في الكوتس وكل بعمل مكابلات مع ناس ربع ساعة ربع ساعة أنت بهاي الربع ساعة تقدر تكنعوه بالمشروع تبعك بتبرع لك بغطي لك التكلفة لماذا ما عرفت عنه أنت هذا؟ كيف هرب منك؟ عارف من خب عنه إحنا المرة جاي أنه تسمعوا عنيك ناس خبّلون طبعاً لا أين تسمعوا عنه؟ تدور تدور وأنا هاي الشغلات بأمني في أنه عن جد الواحد لازم تدور حتى يعني كمان أدهم أدهم عندك يا لما أدهم حكي عندك يا يعني أنت لازم طبعاً أدهم لما حكي مثلاً أنه صدفة أخذ هاي الغنوية على فكرة هو متواضع شوي يعني الأغني هاي عليها نصف مليون فيو أنا من المتابعين يعني أحب أسمعها الأغنية عليها نصف مليون فيو باليوتيوب أغني هاي ما طلعتش بالصدفة أنت حكيت صدفة بس هي مش صدفة أنت لو أنك ما تحركت ودورت وكذا كان ما أنت ما وصلتش لأنا دي أحكي أنه لما أخدت أخدت هاي المنحة تبعت هذا الشخص وتقعد تفكر أنه كيف يعني بعد كنه كم من شهر عملنا كمان إجتماع لكل الناس الذين تبرعوا لهين وقعدنا في كتب وكل واحد حكي شو عن حاله فهو بحكي لنا آآآ بعد مما كل واحد عرف عن حاله شو هو المشروع تابعه هايك فبحكي لنا يو أرقود يو أرقود أنت منيح أنت منيح وإنتم منيح ب vienen زيظة أخير أنا缓ت التطبيق الشاطور للأسف فهو أنا حبيت وقت أوسع الإتحاد الأكديم اليوم نحن موجودين حوالي 40 بلد وهذا اليوم أنا جبت لك ليلا العدد الثاني عشر من المجلة يعني صحنا يا ماركين ١٢ سنة كل سنة بصدر المجلة طبعاً بس مرة واحدة أنا أخد منه مش كل من أسما الضريبة تيجي بعد ٢١ سنة بشوف أنا هذا العمل التراكم اللي بالنص كان فيه وطبعاً مشروع بجيب مشروع فيه الجائزة اللي أنا كتير كتير بحبها أخدت مرة جائزة اتحاد الأوروبي اتحاد الأوروبي كان انه احنا الجائزة عبارة عن ثلاث سنين كل سنة يخدونا عدولة مختلفة واحنا احنا يعطونا أدوات تطوير شخصية تطوير المؤسسة اللي احنا نشتغل فيها او احنا المبادرات العمل المبادرات فعمليا انك انت تروح مثلا كان فيه عندنا قبل كمان سنة ورشب في مراكش في المغرب تشوف انت ناس بتفكر زيك مبادرات اعمال وهيك بعالم الثقافي بعالم التعليم من الجزائر من تونس اصلا هذا اللي بحاجته في ظل كل الازمات والفضل والعشوائي وغياب المعايير والعنف وما إلى ذلك من افات اجتماعية يعني هاي البرامج والاشياء اللي احنا بحاجتها نحنا عم نصل للنهاية فاني رح بلش اختم معكم للأسف كمان مش رح نلحق نخذ مقطع السوشال ميديا بس بدي كمل بنفس الموضوع ادهم واختم معك في كل قضية المنافسة احنا بنعرف المنافسة بعالم الفن كثير قوية ممكن الانسان ينافس الاخرين ممكن الانسان ينافس ذاته ممكن الانسان اذا بيفقد لهذا الحس عن جد يعني ما يقدر يتقدم بالشكل المطلوب انت كيف بتآمن بها كيف عم تشتغل بهذا الموضوع الفكرة موجودة برأسك بتشوف انه ايه في منافسين منافسيني كثيرا وكل يوم عم بطلع شخص جديد اللي عم بغني يعني فش حدود واحد بس كل يوم بقى واحد واحد كل يوم كل يوم بطلع واحد المنافسة حلوة انا بكرة عفكرة انا داري بكرة حضر حضر بالكنترول فهموا علي ايش ديك غني بكرة بدي سير مطربة انا داري بكرة انا داري بكرة المنافسة حلوة لما عملنا اغاني جماعية يعني هاي مثال صغير لما عملنا اغاني جماعية يا ويل من الحب لليل كتير اغانية وكتسرت الدنيا لان كانت جماعية وحلوة وتوصف وصلت للناس كنا ايد وحدي بس روح المنافسة اللي كانت عند كل شخص كانت كتير حلوة يعني اعطى الطابقة خاص ولكن انه يعني مثال بدناش ان نسكر كتير اسامي زي ليلى بدها تثبت وجودها بدها تثبت صوتها شارعي اه طبعا وقدهم مثلا صوته اشي اداءه اشي مثلا مش دايما الامور تركب مع بعض بالزبط فهو جمع الاشي كفكرة وعمليا كان بهاي الاغنية المميز انه بعشرين ثانيين تثبت حالك يعني بالزبط ان معك حضر مقطع كثير معاك هاي المقطع الكثير انه انت تثبت حالك بتحب تكرر هاي التجارب الاغاني جماعية اه طبعا فراس دايما انت يعني هيك بسألك سألتك انك تكون نجم في عمل فردي او في الامام ام انك تكون ضمن مجموعة وما يظهر اسمك بشكل مطلوب لا بس شغل بأامل بشغل الجماعي ست سلوى بأامل بالجماعي جماعي اكثر من انك انت تكون بالفرونت كمان وكمان مرش اسألك واضح لجوابك اتحاد بس فيش افادة انك انت تكون بالفرونت لما اللي وراك بش سكوش مش شرطي لا بس في اعمال اللي هي انت يعني هل انا يعني بنفس اللحظة اذا بيجيني عرضين عرض منهم جماعي وعرض منهم فردي ايلي لا اسمي انا بالفرونت شو كنت تختار حسب ايش العملين اذا العملين بنفس الجودي وبنفس القوة كمان وكمان لا لا اسمح لك واحد كمان وكمان اختاري لي واحد الجماعي الجماعي اذا بدك توصل بسرعة امشي لحالك اذا بدك توصل بعيد امشي بجماعة تخلق هذا التوازن وتمشي بعيد وسريع صعب يعني في امكانية لخلق توازن بهذا طبعا انت اذا بدك تعمل اشي كبير بفعل تظل لك وان من شو ولحالك تشتغله اما انتك تعمل اشي كبير حسب حسب المهنة انا لولا شركاء ولولا طاقم طاقم اللي بشتغل معي وكل واحد بحس انه عن جد هذا الشغل له وهذا المشروع مشترك كان ولا مرة كان اصلا انت لو انك ما امنت بالطاقم تبعك ما بتوصل يعني هاي النقطة اساسية بدي اشكر تواجدكم معنا نورتونا باستوديو البلد يعني كل تجاربكم مهمة لألنا ومتأكدي ان وصلت رسائل كمان مهمة لمتابعينا وشكرا اكبر لكم متابعينا الاعزاء موعدنا معكم بتجدد الاسبوع القادم الى وقتها كونوا دائما بحرية والف خير وختم هامسك مع انتها معافيفي اشتركوا في القناة يا قلبي لا تتعب قلبك وبحبك على طول بحبك بتروح كتير وبتغيب كتير وبترجع عبراج بعلبك يا قلبي لا تتعب قلبك يا قلبي لا تتعب قلبك وبحبك على طول وبحبك بتروح كتير وبتغيب كتير بترجع عبراج بعلبك يا قلبي لا تتعب قلبك ماشي والقمر ماشي بعد مرسيل يا قلبي مثل فراشي حول الاناديل ماشي والقمر ماشي بعد مرسيل آه يا قلبي مثل فراشي حول الأنادين لا بتعرف وهج المار ولا بتكافي المشوار لا بتعرف وهج المار ولا بتكافي المشوار لا بتعرف وهج المار ولا بتكافي المشوار وملبك بالحب ملبك وتروح وتروح وترجع معي يا قلبي لك تتعب قلبك وبحبك على طول وبحبك بتروح كتير وبتغيب كتير ترجع عبراجي بعلبك يا قلبي لا تتعب قلبك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة